موسيقى حياكم الله مشاهدينا وحيا الله بالوالدة أم أحمد والوالدة أم سالم يهلا فيكم أهلا وسهلا يا مرحبا كنا نتكلم عن الدبس اللي أنتوا تستخرجونه من التمر والتمر طبعا تأخذونه من النخل كنتم معتمدين في حياتكم حياة الماضي أكثر شيء على النخل نعم منها تترزقون منها تأكلون ومنها يعني تسوون فيها الشغلات الثانية وكنتم استفيدين منها لو نحن شوي نتكلم عن طريقتكم في الماضي كيف كنتوا تحولون الرطب إلى صح وتمر كيف كانت الطريقة أول رطب نخرف الرطب نفرش على المساطيح نفرش على الدعون عقم الدعون ينشف ننق منه اليابس والخربان والضارب واللي ما ينفع هذينها حق الهوايش تنقون يعني الزين في الشين حريميو حريم شبابيو ينقوا عن الساعد والجيران اليوم يدوسون التمر تعطيبوا ورانا يطيبوا منه الخربان يعني لمحوه ماذا واللي ما ينفع نعطيها الحق الهوايش يعزلوا مع ما يقطوا برع حطوا حق الهوايش والزين ينفع يدوسونه يحطونه في اليربان يحطونه في المدبسة وعقم يحطوه في المدبسة يحطوه على اليربان على بعض على بعض على ما يقوله يحطوا عليه باب نظيف أو شيء ثقيل عشان يكبس عليه يتم هو يصل في المدبسة يعني نفس طريقتكم في استخراج الدبس لكن شوي على أخف نفس الشيء يعني المدبسة بعدين الدبس ما نخليه لأنه ليش ينتهي بعد نوزه على الجيران ما نخلي يعني مثل هنا ضيوف يانك عطيناهم دباو نستعملوا شو أول ما شي مرتبات كله مرتبانات هالمعدن كبار كل مرتبانات الكبار هذا نخليه نحتفظ للبيت والصغار والصغار ووزعوا حق الجيران حق يعني مثل طيب يانك عطيته هذا ووده فيه نعطيهم البيض الدياي نعطيهم الدبس نعطيهم المالح نعطيهم الجاشع هذا يصير يوميون الضيوف هم بعد يبون لي الله كاتبنونه نعطيهم اللي الله كاتبنه تهدية لهم هي هدية إذا عطيناهم لبن أو عطيهم حليب ما يردون الطاسة خلية يحطوا فيه شيء يحطوا فيه أكل للهوايش قال هذا قاشع للهوايش أو التمر للهوايش أو يعني خبز يابس ما يقضوا كله للهوايش ينعطي للمواشي هذا نحن الجيران هالشكل يعني من كل مكان ما نرد الطاسة فاضية ما نقود هي عندنا عيب ما هذا الطاسة ترد خالية هذا حق ولا إذا ما عندك يعني هذا طاسة فيها بيض عندهم ديها باللي موجود عندهم يعني ما كنت تنظرون شوية ما ترسى بيض ما ترسى أكل مال الغنامت اللي موجود كلها جميل هذا الموجود يعني مترد خالية الطاسة حلو عزين أم سالم قولينا بنتكلم شوية نحن وياتش عن الزبدة وعن اليقط كنتوا بعد تسوينا أيام زمان وكنتوا معتمدين عليه بأكلكم صح؟ نعم من الشامي من الشامي كيف كنتوا تحضرونا؟ كيف كنتوا تسوينا؟ من الشامي هاي لو بابي سوى 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 شامي عليك سوى سوى كامي كامية يعني لين محا يعني كلها يعني ما أخذيت انتي منها وتمت عنده وسو يدوروا يشخلوها تصبوها داخل مشخلة خلوها تصب الماء منها آخر شي ويصووا فيها شوية ملحة روحوها روحوا على الشمس سكروا عليها بثوب يعني عن شي يلحسه عن شي أول عن تالي يعني شي زي لين يابسة لين يبس اليقت حطوا لهم داخل دبه داخل قوط دبه صين ماشي يكلوا منعيلون اللي كلها صين عندهم وكان بالعكس يحفظ لكم الأكل يحفظوا حطوا داخل دبالين انتبه منه لشي داروا يدقوه حلو وش دقوا؟ حطوا فيه شعير حطوا البر داروا يدقوه وشي سوى سوى خشكوه دقوا وصووا طحن وها ما ليمخان داروا تريقوا منه برطب يأكلوا منه ينفعهم بعد كامالتشام اللي يبسوا ينفع سووا يقت اللي يقت بعدين يحولوا سوى خشكوه يا ابو ليمشي دقوا مننا انتبع شوى وش عين تدقوا آية شوية أنا عندي شوية شامي يابس وهاي الشكل أسويت وجغل عيا عطينا شوية عطيت شوية عطيتها شوية تطيقوا برطب حبيبتي ما يضع شي ما يضع شي عطيتش انتي وعطيت تربيعتي وعطيت كنت تحفظون النعمة قد ما تدرون نحفظ النعمة هي نحفظ النعمة نعمة ياكلوها لكن ذي كلهم فلالي جماشي السمك لين سووا سووا علقوا بغلاف فوق هيا كيف كنت تحفظون السمك قدر السمك اليوم انتي بتلي السمك يا ريلي من البحر يا يب سمك وغروا حطوا في شوية ملحة وشوية هاي صلوا حطوا بغلاف مثلا ينسكرون عليه لازم تسكر عليه بقدر حطوا بها ما لعنسحة في منخل حلقوا فوق عشان واش يشم الهواء لا يضيع ولا شي لين الظهر حدروا وطبخوا طبخوا سوى صالونة ما يضيع يعني ما يضيع عليهم شي ولا ولا تالي والماء واش يسووا انتي تبيوا ماء بارد ماشي ماء بارد صح كيف كنت تبردون ماء باردون اشتروا هاي حال اشتروا حال اشتروا خرص خروص لهم هالشكل صغار دارسوا حطوا فيهم شوية البان حطوا شوية البان عشان هاي يريح عليهم ترسوا ما يسكروا عليه صبح وصبح شافوا بارد شربوا منه ماشي تكن فلالج حبيبتي اللي من اليحلى اليحلى سووها خلقواها وضعوا وعلقواها يتا عندك عندش خاطر وصبت لي انه عندش ما يبارد وله ماشي حبيبتي ذيك لم試 ما يبارد يا ايبا كل الشيء ما يبارد ماشي لا ماشي كلوا لهم من الليحال ومن الخروص هاي ماشي حبيبتي ذيكلي والحمد لله رب العالمين عشنا وكالينا وسوينا ولي الحين هم يسيرون ولينا ذي كلام يقولون عنك يسيروا يركطو انتي ما بتركطو ورايا بلاش destructive wiring حين سألين وراي النخل كم نخل؟ هاملتك قبل ولا الحين؟ لا قبل. نحن ماشا عندهم. أنت حين بخضر بعتي بسرقت وراي النخل. بيب وراي رقاط. بعطيهم بعد مزماء ارتب. بعطيهم ارتب. بعطيهم عضوك. بعطيهم انشانهم متعباني مساكين. الحين هل اليام تصيرون النخل؟ تعيدون ذكرياتكم؟ تشتغلون الشغلات القديمة؟ نشتغلك الحين ماشي نخل. ماشي نخيص. ماشي حبيبتي الحينة. هنا حين عندهم خيص. أم أحمد نحن بداية الحلقة كنا نتكلم عن البهارات وطريقة تحضيركم للبزار وكيف تختلف من بيت إلى بيت ثاني. كنتوا تستخدمونها للأكل. نعم. في أيضا نوع من البهارات مثل الكركم أو نوع ثاني من الخضرة مثل الثوم والأشياء الثانية. كنتوا أيضا تستخدمونها لبعض العلاجات البسيطة. نعم. كيف كنتوا تحضرون هاي الأشياء؟ شو من العلاجات اللي ممكن تستخدمون لها الثوم وتستخدمون لها الكركم؟ هذا حبيبي الكركم. نحتفظ فيه هذا يوم يعني مثل الإنسان مصدع. ولا يعني صداع عنده. ولا في أسنانه. ولا يعني ذانه. يبنا هذه الحصايا غسلنا هذه الحصايا. ما عندنا منحاز. ما يدقوا بالمنحاز. في منحاز لكن ما يدقوا. نجيب الكركمة نغسلها. ونحرك هاي اللي نستوي بودر فيها ناعم. تطحلونها. ماي هاي. نطحنها في الحصايا. نخلطها مع الكركم والمر. نعم. نسوك المر. نحرك المر والكركم. نلق على الأذن. على الدواء. ونلق على الراس. وإذا عندك صداع تلق على راسك. والبرماشي. وساكن الحر ما تشتغل بالشمس. بالشمس تشتغل. ما شاء الله كبرة كبرة. في مخمة عسو. والوحدة ليها صداع. شا تساون لها قلتي الوالدة؟ كركم والمر. نخلطها الكركم والمر. واللي حطيه على راسك. يخفف عنها. يخفف عنها الصداع. والقصط واليوز. نخلطها مع بعض. القصط الهندي. والجوز الهندي. نخلطها مع بعض. ونحطيه على الراس. إذا الصداع صدعت. حطيت هذا. عدك بسم الله عليك. عيونه تتعورك العين. هذا الهليلي. هذا الهليلي موجودة بالطحان. هو نوع من البهارات؟ نوع من البهارات. لكن هذا ما حار. حق الدول العيون. خاص للعيون. هذا ما يحطونا بالبهارات. هذا خاص حق الدويات. يحطونا مع الحلول يخلطونا. عشبة. يعني هي تستخدم العيون وعلاجات العيون. من شجرة. يسوكون على الحصاء. ويحطونا على جفل العين منه. على جفل العين منه. والصداع منه. ها متى تستخدمونها يا ملافذيك من عيونه؟ من الرمج شيء؟ يوم العين فيه رمضانة. أو صداع في العين. فيها وجه حرقان حرقان. الحلول لا تشتغل بالشمس. هذه الحصائية لا نقطعها. محفوظة الحصائية مع الدوي. مسكرة بشيء. حطيناها. حركناها. قمنا حطيناها على الراس. حطيناها على راسنا. حطيناها على الصادع ماله. على قمة الراس. الحمد لله رب العامين. الحمرة راحت. والبار حمرة ترى تسوي من انتهى هذا الدوي. الحمرة شوية تخف. الصداع عنها تخف. القصد واليوز والمر نخلطه مع بعض. نوع البهارات تستخدمونها كعلاج لكم. هي الكركم. ما البهارات يعني كركم بس. نزوي الثوم. الثوم حبيبي هذا للدواء. بسم الله عليك الأسلام. يعني الواحد عنده مغاص. أو عنده هاي وورن بالأذن. نحطي ليه شوية الثوم. نخلط الثوم مع الكركم بعد. الثوم اللخة منه. على ذاناته. ويوم عنده وجع بالبطن. ولو الفرق ما صاحي. يفرقوا ليه. معنى سره. قاعة ريولة. زور الظهرة. القاعة ريولة. هذا علاج كان. للعلاج. جميل. أنزل. أم سالم. نحن عرفنا على بعض الشغلات اللي كانت لازم تكون موجودة في كل بيت. من بغارات. من دبس. من صح. كل هاي الأمور كانت موجودة في كل بيت بالفريج. كل. أشي ثاني بعد ما كان يخلى منها كل بيت اللي هي المالح. السحناء. لا لا كل حد عنده. أنزل. كيف كنتوا تسوون هاي الشغلات؟ كل حد عنده هذي كلهم السحناء ووايدة مكودة. المالح نكود. أنهم يطلعوا البحر. كيف كنتوا تجهزون المالح؟ المالح كيف تسوونك؟ المالح يجيبوه كمية يابو لهم. يلصوا رياي ملح هوا. غسلوا بالبحر. حد منهم يغسلوا حد يغسلوا. غسلوا بالبحر يابو ملح وملحوا أوصوا. يحطوا ذلك ليهم ماش فيش. بقول ليش. بيقولوا زعتر ذلك ليهم زعتر ماشي. ماشي. ها حين. ماش زعتر الحين هي زعتر. قبل بس كنتتتحطوهم في ملح؟ بس يحطو في ملح وريحان. بس. ريحان نكود. شعطوا شيط ريحان تحول داخل البيب ملحوا لهم كم بيب ثلاثة أربعة خليتي ينفعش هذا يقلوا منه السحنة مني برية برية يبسوها ذي كل يوم ما يشتروا كل من عندهم الحين لا يشتروا يبسوا بالألين هاي يبسيت صاروا باع يحفوها تقطعوها تظهروا منها المصاري نضاب دقوها وخلصوها حاطوا فيها بطن لومية هاي اللومية اليابسة حاطوا داخل السحنة كما حاطوا داخل السحنة عشان يقلوا منه يتغدوا منه حتى العشي يتعشروا منه أما هذا المالح ياخر كمية ياخر يعني حسبلي كم يوم مالحينه يعني اللين ينضي بعدين هايدوروا يقلوا منه حافيتي أما ذي كلهم هاي بعد الثوم ذي كلهم ماش عندهم ذي كلهم الزمن الاول مافيثهم الحين عاد من السنين هذي عافيتهم الكركم وهذي الحين عاد أول بقى يبو كركم من برع يعني مثل بقول إيش يصافروا برع يبو كركم أما الآن موجود بالدكاقين يشترون كركم يعني شيء مدقوب يعني قبل البهارات والشغلات الثانية كنتو تيبونها من برع؟ أول برع من برع ماشي هنا من وين كنتو تيبونها؟ يبوها ذكري من بنبي، يبوها من زنبار، يبوها من كالكوت، يبوها من كل مكان هالي يبوها على دبي، دبي وين وردت شارجة ومو يمشوا والحمد لله رب العالمين، أنت الحين عن تجري الدكاقين الحمد لله، سهلة الأمر الحمد لله، بلعم نزل والدة أم أحمد وال والدة أم سالم يعني هاي الشغلات تمت عدكم سنين وانتقلت من جيل إلى جيل ثاني، كيف كنتو تعلمون بناتكم؟ كيف كنتو تعلمون عيالكم على هاي الشغلات اللي ما شاء الله نشوفها لنا حين ما اندثرت؟ نعم، البنات يشوفونا كيف نسوي بعد نحن يحبون السحنة، يحبون المالح، يحبون البرية، يحبون يعني نحن مثل ما ناكلنا إحنا، هم البنات يأكلوا شرواتنا الأولاد صغار وكبار علمتهم على أكلكم من قبل على أكلنا مالا، وقلنا هذا أكلنا أول ناكل ما سوينا عيشة بيض، ودهن عربي، مال البقر، وسحنة، وبصل كلينا، والعصر بعد، لازم الإنسان ينام البنات والأولاد، يقيلون شوي نعم، قيلوا لي يأخذوا الله يطول عمر شيخ سلطان يقول لازم أخذ لي قيلوا لي الله يحفظه الله يحفظه يعني تغدوا، تذكروا، والبار غدهم ساعة 12 حبيبي ساعة 12 طالعين من الصلاة الرياض طالع من الصلاة، الغداء جاهز غربنا الغداء، وتغدوا، والعيال تغسلوا، واللي يستطيع غسل واللي ما يستطيع غسل، ترى صغيرونين قلت يالله أبو يصيروا ينامي، ما يطلعوا، ماذا يطلعت نص النهار؟ نص النهار ما نخليهم يطلعوا، مو ناعي نفريج كون هادي للراحة، بس ما فيه الجو هادي، يعني الهال كلهم يناموا، ما يطلعوا نص النهار يعني من ساعة وانتين يطلعوا متى؟ العصر أذن العصر قام الأبو، قال يلا قم أبو يأذن العصر قاموا، صاروا تمسحوا، وراحوا ورا الأبو، البنت بعد كذلك سوت الأم شاهي، هي غسلة الفنايين تكون قدوة لهم، يعني شو ما سويت وهم تبعوكم وسووا نفس الشراط نحن نسوي والبنات يسوي ورانا يشوفونها لكبارنا حلو، الحين ما شاء الله يسوي لأزواجهم مثل ما زوينا نحن يسوي لأزواج والبنات ينشل على التربية، على التنشئاء اللي هم كبروا عليها طبعا، يعطيكم العافية، ما قصرتوا، ما قصرتوا، ما قصرتوا، ومحمد والوالدة، أم سالم صراحة يعني نحن وادي استمتعنا معاكم في هذه الحلقة ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيد، يا مرحباكم أهلا، سهلا، سهلا، مرحبا، حياكم الله ما قصرتوا، وإزاكم الله خير إن شاء الله مشكورة خالوا، مشكورة، يعطيكم العافية، الحافية يا ربي تعلمنا اليوم طرق تخزين الغذاء في الماضي ورأينا بأن المشكلات لا بد لها من حلول وابتكارات نشوفكم في حلقة يديدة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر